اطلع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فائز التميمي على سير عمل الدورات المقامة بمدرسة التدريب القتالي بمعسكر لواء الريان وكان في استقباله قائد لواء الريان ومدير المدرسة القتالية حيث تفقد العمل داخل المنشأة بجولة شملت مشاهدة التدريب الميداني والاستماع للمحاضرات وأشاد اللواء التميمي بالجهود التي تبدلها إدارة وطاقم المدرسة في تأهيل وتثقيف منتسب المنطقة مؤكدا دعمه لحل أي مشكلات تواجه عملها وأداء مهامها